الطريقة الصحيحة لإضافة فيديوهات مقترحة على فيديوهاتك على قناة اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أبو ريال التقنية سأريكم في هذا الفيديو طريقة إضافة فيديوهات مقترحة من فيديوهاتك الشخصية على قناتك فيديوهات مقترحة كما رأيتم في أول الفيديو سأريكم طريقة لإضافة الفيديوهات من الهاتف لا تحتاج إلى حاسوب أو كومبيوتر إذن قبل أن أبدأ الشرح أتمنى أن تشاركوا في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتتوصلوا بكل ما هو جديد إذن على بركة الله سوف نذهب إلى متصفح الكرام على الهاتف بطبيعة الحال كما ترون نكتب في الأعلى يوتيوب بوان كوم ونذهب إلى ثلاثة النقاط التي هي في الأعلى على اليمين ثم نفعل خاصية الحاسوب سوف تظهر لنا صفحة اليوتيوب على هذا الشكل كما لو أننا نتصفح في الحاسوب نضغط على أيقونة القناة على هذا الشكل ثم نضغط على My Channel أو قناتي ثم نضغط على يوتيوب ستوديو فالطريقة سهلة ليس هناك أي مشكل أو صعوبة في هذه الميزة ثم نضغط على في الأسفل على هذا الرجل الذي يمشي ثم نضغط على تخطي أو باسي ثم نضغط على أكسيدي على فيرسيون كلاسيك نفعل ثانيا خاصية الحاسوب كما ترون هنا نرى فيديوهاتنا التي تم نشرها في القناة ثم نضغط على Gestionnaire de Video أو إعدادات الفيديوهات على القناة يظهر لنا الفيديوهات بهذا الشكل كما ترون كما لنا نتصفح القناة على الحاسوب ثم نضغط على الفيديو المراد إضافة له فيديوهات مقترحة في الآخر سوف أجرب الفيديو الأخير الذي نشرت نضغط على Modifier كما ترون أحبائي الكرام جيد ثم نضغط على إكران دفاع جيد جدا سوف تظهر لنا في النافدة على اليسار هنا الفيديو الخاص بنا وسوف نذهب إلى Ajouter un elemon ثم نضغط على فيديو و بلايليست قبل هذا يمكننا أن نضيف أيقونة الاشتراك في القناة نضغط على Create كما ترون سابوني نضغط على Create وسوف نشاهد هنا أيقونة الاشتراك أيقونة الاشتراك في القناة طبعا إذا شخص ضغط على هذه الأيقونة سوف يشاركوا في قناة مباشرة سنضغط على Ajouter un elemon ثم نذهب إلى فيديو و بلايليست ثم نختار من هنا يمكننا اختيار درنيا فيديو ميزون لين يعني الفيديو الأخير الذي تم نشره في القناة إذا ضغطنا على اخترنا هذا الخيار وضغطنا على Create le limon سوف يضاف لنا الفيديو الأخير الذي نشرنا على القناة إذا ضغطنا على خيار الثاني continue adapter au spectateur سوف اليوتيوب يختار فيديو من عنده فيديو اختياري أو عشوائي على القناة وسوف يضيفه إلى الفيديو إذا اخترنا الخيار الثالث سيلكسيوني وين فيديو وين بلايليست سوف نختار ونحن الفيديو المراد إضافته على الفيديو في آخر الفيديو سوف أختار على سبيل المثال هذا الفيديو أحصل على رقم أمريكي مجاني وسأضغط على create le limon على هذا الشكل وسنرى بأن الفيديو قد ظهر في الفيديو مراد العمل عليه سوف أحرك هذه الأيقونة إلى اليمين ثم أختار فيديو آخر نضغط على ونضغط على فيديو بلايليست كما فعلنا سابقا ثم نختار الفيديو المراد إضافته ونضغط على الفيديو هكذا ثم نضغط على create le limon أتمنى أن يكون الشرح واضح ثم نضيفه أيضا هكذا في الأسفل ونفس الطريقة أيضا للفيديو الثالث يمكننا إضافة ثلاث فيديوهات كحد أقصى ثم نضغط على seleccione ونختار الفيديو ثم نضغط على create le limon ثم نوجهه إلى اليمين في الأسفل كما ترون أيضا الكرام قد عضفتوا فيديوهات مقترحة في الفيديو الأخير الذي نشرت وهكذا عند تصفح المشاهد لمشاهدة فيديو فيديوك على القناة عند انتهاء الفيديو ستظهر له هذه الأيقونات الفيديوهات المقترحة يمكن أن ندخل إليها مباشرة دون البحث عليها في القناة فهذه العملية هي مهمة جدا لجلب المشاهدين وزيارة المشاهدات أيضا وزيارة الساعات في القناة سوف أريكم مثال كيف تظهر الأيقونات تظهر علىها بالشكل في آخر الفيديو أو في نهاية الفيديو فهذه هي الطريقة سهلة جدا أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا كان أي سؤال أو استفسار يمكنكم تركه في صندوق التعليقات أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر تنبيهات لتوصل بكل جديد ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتتعم الفائدة كان معكم طريق من قناة أبو ريان للتقنية إلى الفيديو القديم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته